بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ يتشرف مجموعة مدارس الحوامد الوحدة المدرسية الحوامد التابعة لمديرية صخيرات تمارا أن تقدم لكم درسا في الرياضيات من إعداد وتقديم الأستاذ بنهري عزيز للاتصال على البريد الإلكتروني بنهري عزيز نعم تلاميذة الأعزاء إذن درسنا اليوم فهو درس من دروس التناسبية ويتعلق الأمر بضرس السرعة المتوسطة الحصة الأولى هذا الدرس إذن ستجدونه ضمن الوحدة الرابعة الأسبوع الخامس نعم إذن يتعين في آخر هذه الحصة أن يتعرف المتعلم على مفهوم السرعة المتوسطة يحسب السرعة المتوسطة لجسم متحرك ثالثا يحسب المسافة المقطوعة أو المدة في حركة منتظمة فمحتوى الحصة السرعة المتوسطة الفئة المستهدفة تلاميذ السنة الخامسة والسنة السادسة من التعليم الابتدائي إذن لاحظوا معي أعزاء التلاميذ في بداية حصتنا لا بد من التذكير بالأعداد الستينية وهي الأعداد التي سبق وأن رأيناها في السنة الخامسة إذن الجدول التالي يمثل إذن يبين هذه الأعداد إذن الأسبوع سبعة أيام اليوم 24 ساعة الساعة تساوي 60 دقيقة الدقيقة تساوي 60 ثانية الشهر 30 أو 31 يوم السنة 12 شهر والسنة إما أن تكون سنة بسيطة 365 يوم أو سنة كبيسة 366 يوم لاحظوا إذن السنة الكبيسة على وزن كبيرة فبالتمييز بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة هكذا كبيرة سنة كبيرة سنة بسيطة الآن سننتقل إلى إذن حساب الثانية الدقيقة الساعة اليوم لاحظوا إذن الثانية نضربها في 60 تساوي الدقيقة ثم الدقيقة نضربها في 60 تساوي ساعة والساعة نضربها في 24 تساوي اليوم الآن اليوم نقسمه على 24 تساوي ساعة والساعة نقسمها على 60 تساوي الدقيقة والدقيقة نقسمها على 60 تساوي الثانية فإذن نعم أعزائي التلاميذ لاحظوا معي جيدا أثناء سياقتنا لوسائل نقل صيارة حافلة دراجة شاحنة نصادف في الطريق على محشور التالية 60 تمانون مئة فماذا تعني هذه العلامات بالنسبة لنا؟ نعم 60 ممنوع تجاوز 60 كيلومتر في الساعة بمعنى أثناء سياقتنا لإحدى وسائل النقل أنه يتعين علينا أن لا نتجاوز 60 كيلومتر في الساعة ونفس الشيء بالنسبة لـ 80 ممنوع تجاوز 80 كيلومتر في الساعة ونفس الشيء بالنسبة لـ 100 ممنوع تجاوز 100 كيلومتر في الساعة الآن لاحظوا معي أننا نستعمل لقياس المسافة كما رأينا في درس المسافة إذن أن قياس المسافة نستعمل الكيلومتر كما نستعمل الساعة لقياس الوقت أو الزمن كما مر بنا في درس الأعداد الستينية الآن السؤال المطروح كيف توصلنا إلى 60-80 مئة كيلومتر في الساعة؟ وماذا نسمي كيلومتر في الساعة؟ نعم أعزائي التلاميذ للإجابة على سؤالنا إذن لاحظوا معي هذه الوضعية إذن تقطع سيارة مسافة 40 كيلومتر في مدة نصف ساعة كما هو مبين في الجدول التالي إذن المدة الزمنية بالساعة ونرمز لها بطبيعة الحال بالدي لدينا إذن 1 على 2 نصف ساعة ثم المسافة المقطوعة بالكيلومتر ونرمز لها بالدي إذن 40 كيلومتر في نصف ساعة إذن أحسب معامل تناسب الجدول ثانيا ما هي المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة؟ لاحظوا معي ساعة واحدة كم يناسبها من المسافة المقطوعة بالكيلومتر ثالثا ما هي المدة الزمنية اللازمة لقطع مسافة 120 كيلومتر؟ لاحظوا معي إذن عندنا لدينا 120 كيلومتر وهي المسافة المقطوعة ما هي المدة الزمنية اللازمة لقطع هذه المسافة؟ وفي الأخير سنعمد إلى حساب المسافة المقطوعة خلال مدة ساعتان والنصف نعم أعزائي التلاميذ الآن سننتقل إلى السؤال الأول وحسب معامل تناسب الجدول والجدول هو التالي المدة الزمنية بالساعة لدينا واحدة على إثنان نصف ساعة ساعة واحدة ثم ساعتان ونصف ثم السطع الثاني المسافة المقطوعة بالكيلومتر دي أربعون مئة وعشرون لاحظوا أعزائي التلاميذ أنه تعرفنا في إحدى دروس التناسبية أنه لحساب معامل التناسب نقسم أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول على الشكل التالي إذن أربعون بقسوم على واحدة على إثنان ساعة بطبيعة العالي نصف ساعة تساوي أربعون في إثنان تساوي تمانون كيلومتر في الساعة إذن وهو معامل التناسب فنكتب مقسم على تمانون وهنا في تمانون إذن أعداد إذن نقسم أعداد السطر الثاني على تمانون تساوي أعداد السطر الثاني نعم وللتفصيل لاحظوا معي إذن أربعون كيلومتر هي المسافة واحد على إثنان هي المدة تمانون كيلومتر في الساعة إذن هي ماذا؟ هي السرعة المتوسطة إذن أعزائي التلاميذ إذن انطلاقا من هذه المعطيات نستنتج القاعدة التالية المدة عفواً المسافة مقسوم على المدة تساوي السرعة المتوسطة نعم نستنتج أن السرعة المتوسطة هي المسافة المقطوعة خلال مدة زمنية ووحدة قياسها الكيلومتر في الساعة أعزائي التلاميذ سننتقل إلى السؤال الثاني وهو ما هي المسافة المقطوعة خلال الساعة واحدة؟ إذن خلال الساعة واحدة ما هي المسافة التي قطعتها هذه السيارة؟ إذن واحد يوجد في السطر الأول إذن القاعدة نضربه في معامل تناسف تمانون تساوي ماذا؟ تساوي تمانون إذن تمانون هي المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة وللتوضيح لاحظوا معي واحد هي المدة ما هو في الجدول ثمانون هي معامل التناسف أو السرعة المتوسطة تمانون هي المسافة التي قطعتها السيارة خلال ساعة إذن انطلاقا من هذه المعطيات ماذا؟ إذن نستنتج القاعدة التالية المسافة تساوي المدة في السرعة المتوسطة أحسنتم الآن السؤال الثالث ما هي المدة الزمنية اللازمة لقطع مسافة مئة وعشرين كيلومتر؟ لاحظوا معي مئة وعشرون كيلومتر مئة وعشرون تسجد في السطر التالي إذن نقسمها على معامل التناسف تمانون تساوي العملية واحد فصيلة خمسة بمعنى أنه أن خلال أو أن مئة وعشرون كيلومتر تقطعها هذه السيارة في ساعة ونصف وللتوضيح كذلك لاحظوا مئة وعشرون تمثل المسافة المقطوعة مقسم على تمانون هو ماذا؟ هو معامل التناسب وقلنا أنه هو السرعة المتوسطة واحد فصيلة خمسة أو ساعة ونصف ماذا؟ هي المدة التي قطعتها المدة اللازمة لقطع هذه المسافة انطلاقا من هذه المعطيات كذلك نستنتج القاعدة الثالثة وهي أن المدة تساوي المسافة مقسوم على السرعة المتوسطة الآن لنتمم الجدول لدينا إثنان فصيلة خمسة نضربها في تمانون تساوي مئتان كيلومتر نعم أعزائي التلاميذ الآن يمكن أن نلخص هذا الدرس على الشكل التالي لاحظوا معي المسافة المقطوعة نقسمها على المدة الزمنية تساوي السرعة المتوسطة نعم المسافة المقطوعة نقسمها على السرعة المتوسطة تساوي المدة الزمنية والمدة الزمنية أضربها في السرعة المتوسطة تساوي المسافة المقطوعة وكمثال على ذلك لاحظوا المسافة مئتان وخمسة وعشرون كيلومتر أقسمها على السرعة المتوسطة وهي هنا خمسة وسبعون كيلومتر في الساعة تساوي ثلاث ساعات وهي المدة ثلاث ساعات أضربها في خمسة وسبعون كيلومتر في الساعة وهي السرعة المتوسطة تساوي المسافة وهي مئتان وخمسة وعشرون كيلومتر وبذلك أعزائي التلاميذ نأتي على نهاية هذه الحصة وهذا الطرس شكرا لكم على حسن تتبعكم ولكم مني أطيب المتمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم